السلام عليكم إخواني الكثير يتحدثون عن العلامات التي سوف تدخل بغرض الاستيراد ثم بداية التصنيع البعض يقول بأن هناك علامات ألمانية كوريا إيطالية يابانية صينية وفرنسية سوف تدخل إلى السوق الجزائري لكن يجب أن لا نستبقى الأحداث لأن قبل نهاية شهر أكتوبر سيتم الإعلان عن العلامات التي ستأتي إلى الجزائر وهذه الشركات ستقوم باستيراد السيارات وفي نفس الوقت ستباشر بإنجاز المصنع مدة زمنية يحددها دفدر الشروط للانتقال من الاستيراد إلى التصنيع فتح المجال لهذه الشركات المصنعة ستأتي بالسيارات جاهزة تقوم ببيعها هنا في الجزائر وسنشهد عودة مصنعين أو ثلاثة على الأكثر التي تفاوضت معهم الحكومة وقدمت ضمانات بدخول مجال تصنيع السيارات قبل نهاية شهر أكتوبر إن شاء الله سوف تفرج الكثير من الملفات وسنوافقكم بأي جديد والسلام عليكم ورحمة الله